مرحبا عزيزا طلاب هنو سحنا بكم بالدرس جديد من دروس صف الرابع العدادية بعدنا بقواعد الوحدة الأولى وصلنا إلى present continuous بمعنى المضارع المستمر تعالوا حتى نبدأ الدرس من البداية present continuous هو المضارع المستمر بس تشوفون continuous بمعنى مستمر تعرفون أنه الفعل لازم يكون ب-ing زيان. عندنا ثلاث استخدامات للمضارع المستمر. أولا يستخدم للتحدث عن حدث. حدث الآن. يعني حساني دا أحتيو ياكم. فاستخدم مضارع مستمر. يعني هاي اللحظة. at the moment. now. الآن. أستخدم شنو مضارع مستمر للتحدث. عن حدث يحدث الآن. حساني دا أدرسكم إنجليزي. لذلك إذا أريد أحتي رح أقول. I'm teaching you English. أنا دا ألمكم إنجليزي. زيان. تعالوا خلينا أخذ مثال. we are studying. إحنا دا ندرس English now. لغة إنجليزية. زيان. قبل ما نروح للأمثلة خلنا نشوف الشكل العام للمضارع المستمر. هو subject بمعنى فاعل. زايدا is are am زايدا فعل b ing. رح نقسم الضمائر. she, he, it. تأخذ is زايدا فعل b ing. ضمائر they, we, you. تأخذ are زايدا فعل b ing. والآي تأخذ الآي تأخذ آم زايدا فعل b ing. أوكي. الآي تأخذ آم زايدا فعل b ing. وشي والهي والإت. تأخذ is زايدا فعل b ing. والذي واليو والوي تأخذ are زايدا فعل b ing. أوكي. حتى تعرفون ال is والآر والآم وين أستخدمها ويا أي ضمائر أستخدمها. زايدا. أخذنا المثال we are studying. الوي أخذت are وبعدها فعل b ing وتكملت الجملة. رح نأخذ الضمائر اللي نستخدمها بالمضارع المستمر. هي now at the moment. زايدا. خلي نأخذ النقطة الثانية تستخدم للتحدث عن تغيير الحالة. تغيير الحدث أو تغيير الحالة. مثلا مثلا. the number of people عدد الناس who have computers اللي أدهم كمبيوترات is going up. يعني يرتفع. فإنتبهولي is going up زايدا going فعل b ing. going up المعنى يرتفع. إذن is زايدا فعل b ing. أنا تحدثت عن حالة عن تغيير الحالة. سعر. انتبهولي هاي ال is هي دا أحكي عن number. فمفرد. لعبالكو بهنان are. لا هنا is. يعني عدد الناس اللي هو عدد فالعدد هو مفرد فاستخدمت ويا is. يعني number هو it فاستخدمت وياها is. زايدا. ثالثا تستخدم التحدث عن خطة في المستقبل. إذن المضارع المستمر ممكن استخدمه بالمستقبل في حالة المستقبل. أوكي يعني ممكن إذا أريد أحكي عن المستقبل ما أحكي بال will أو going to. لا ممكن أحكي بالمضارع المستمر لكن يعني الدلالة على زمن المستقبل. يعني شلون؟ يعني انتبهولي هنا. we are having dinner. احنا راح يكون عندنا أو راح نتناول العشاء with my uncle مع عمي at eight o'clock ساعة بثمانية. فانتبهولي هنا للجملة. انتبهولي مثلا أنا إذا أحكي هسا الظهر والعشاء بالليل فالعشاء راح يصير بالمستقبل زين أنا بالمستقبل. شون أحكي بالمضارع المستمر يصير؟ القاعدة تقول يصير. أوكي شوفوا معنى الجملة مستقبل لكن متبعون على الفورم على شكل الجملة الجملة مضارع مستمر؟ إذا نكتب هاي الملاحظة إنه ممكن نستخدم المضارع المستمر للتحدث عن المستقبل مثل الجملة اللي أمامكم. اللي أخذت وبعدين هنانا بمعنى يتناول العشاء فصارت هاذينج ضفنا لها آي أنجي والإي اللي بالنهاية طارت أوكي لأن ضفت الآي أنجي لها وأكمل الجملة مع عمي بالساعة 8 o'clock إذن عندنا ثلاثة أشياء أولا نستخدم المضارع المستمر للتحدث عن حدث صار الآن في هذه اللحظة إحنا دا ندرس ثانيا نستخدم التحدث عن تغيير الحالة صار عندي تغيير حالة شوفوا هس الناس بدت تشتري كمبيوترات أكثر بدت تمتلك كمبيوترات أكثر فصار عندي تغيير بالحالة قبل قبل لشان هم يشترون هس صاروا يشترون وهنانا عن المستقبل ونقلوا لأنه بعدنا ما كملنا شرح انتقلنا إلى قاعدة بعدنا ما كملنا شرح القاعدة جدا مهمة تبهوا لي لهذه القاعدة لا يمكن استخدام المضارع المستمر مستمر معه وأنا خطي غير مفهوم بالعربي شوية بالإنجليزي أفضل لذلك أحاول تكتبونه إياه يقول لا يمكن استخدام المضارع المستمر في هذه الأفعال إذن أكو أفعال أصلا ما بها أي شكل للمضارع المستمر مثلا بي لايك ناو سي اندرستاند إذن ذن الأفعال تحفظ بي لايك ناو سي اندرستاند ما بها أي شكل للمضارع المستمر تعالوا خلينا أخذ مثال إذن الأمثلة موجودة عدتكم بالكتاب بنهاية كتاب صفر رابع هل أنت تفهم المشكلة الآن؟ شوفوا ديحتي ناو هو ديحتي بالمضارع المستمر أوكي ديحتي بالمضارع المستمر لكن هو ما كاتب Are you understanding لا سائل بالمضارع بدون ing يعني مضارع بس هو بدون ing بدون ما يستخدم هاي القاعدة أوكي بدون ما يستخدم قاعدة بهذا الشكل Do you زعم I see him أنا أراه He is over there هو هناك نتبهولي أيضاً هناني I see him يعني مثل أحد يخابرني تشوفين فلان شخص I see him right now أنا دا شوفه هسه أوكي فأيضاً I know like be see understand كلها غني الأفعال ما ألها صيغة مضارع مستمر بقعدنا شغلة وحدة بالنفي شلون أنفي المضارع المستمر طبعاً هما مذاكرة لكم بالكتاب لكن لازم تعرفون شون نفي المضارع المستمر وشون نستخدم أبيع السؤال تعالوا ونقلوا حتى نكتب اللي نفي والاستفهام انتقلنا إلى المضارع المستمر لكن وين بالنغاتف بداية الفيديو حتشينا أفرماتف حتشينا مثبت وحتشينا بشكل عام واستخدامات المضارع هالمرة راح نحتي النغاتف طبعاً هو بالكتاب ما مطيكم النغاتف بس لازم كل زمن تتعلموا تتعلموا بالأفرماتف والنغاتف والكوالشن يعني مثبت من في استفهام زيان الاسعار في نزول طبعاً هي الاسعار في صعود يعني بس قلنا نجيب جملة حلوة زيان فهنانا فاعل اوكي سبجيكت فاعل باعتبار هو جمع انتبهوا لي بي اس جمع اخذ وقوين بفعل بي آي انجي جملة اعتيادية مثبتة افرماتف زيان انا رضي سووها نغاتف فتجيبون ناط تخلون بصف الفعل المساعد راح نكتب هاي الملاحظة عند نفي اي جملة باللغة الانجليزية نحتاج الى فعل مساعد عندنا في اي جملة باللغة الانجليزية نحتاج الى فعل مساعد زيان اذا عندي بتجملة فعل مساعد الافعال المساعد تذكرون قلنا ار ام از هنانا بالماضي وير هنانا واز بعد شون عدنا افعال مساعدة عدنا هاز عدنا هاذ عدنا هاد هاز هاذ بالماضي ايضا طبعا هم تأتي افعال مساعدة وتأتي افعال رئيسية أيضا بالجملة فلازم اني اذا عندي فعل مساعد بالجملة احط الناتو بصف الفعل المساعد وانتهى الموضوع لكن اذا ما عندي فعل مساعد بالجملة لازم اجي فعل مساعد بس هنا انا عندي ار عندي فعل مساعد في حالة present continuous أصلاً هو الجملة لازم يكون بها is أو are أو am فرأساً بس أجيب الناط يعني ما يحتاج الدوخ نفسي ودور على فعل مساعد مناسب أصلاً هو الفعل موجود عندي بهذا الشكل إذن القاعدة تكون بهذا الشكل زيان خلونا نأخذ الـ question حتى ما نطور عليكم هاي الجملة نفسها سوي لها question فقط رح أقدم الفعل المساعد على الفاعل يعني شو سصير سصير are طبعاً الاي كتبتها capital letter لأنه رح أبدي بيها جملة عفوا are prices هل الأسعار going up بهذا الشكل هذا في حالة السؤال خلينا نكتب في حالة السؤال السؤال question أوكي فقط أقدم أوكي أقدم is is are am على الفاعل كون question رح أكتبها لكم is are am زائد subject زائد ب ing هذا في حالة question هذا كل ما يعنى ب present continuous زمن المضارع المستمر بقية المراحل غير الرابع الإعدادية بإمكانهم أن يشوفوا لكن تأخذون أول ملاحظتين فقط ثالث ملاحظة ما طالبها الكوب يعني مثلاً الابتدائية أو الأول متوسط. أو الثاني متوسط أو الثاني متوسط مذاكروا لكم أنه المضارع المستمر ممكن نستخدمه بالمستقبل. أوكي مذاكركم وجزء تتغير المناهج ويضيفون أنه مضارع المستمر ممكن نستخدمه بالمستقبل. إذن إلى هنا ينتهي الدرس اليوم شكراً لكم وانتظرونا في الدرس جديد إلى اللقاء.